السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته بسم الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نرى تركيب الكاميرات هذه الكاميرا هنا نقوم بشكل الأول هنا أقل هنا هذه الجهة هي دفئر نقوم بشكل الأول وهذه المحول 12V تدخل هنا هذه وهادة تهيئة 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 نهاية الهاتف و هذا ، وهذا و هذا و هذا ، وهذا . المحول و هذا يتخشف الدينwater هذا الترانسفورماتور وهذا كمشي الفيديو اين فيديو اين هي الدخلة وهذا دوزولت ترانسفورماتور هذا كذلك هذا دوزولت وهذا ترانسفورماتور محول دوزولت وهذا ديفي اير فيديو اين هنا كذلك هذا دوزولت وهذا ديفي اير فيديو اين لا تذهبوا بعيدا دخل ديفي اير سوف نكمل مع الديفي اير اشكل يلا الديفي اير وهذا اشتري شاكوش نود ديفي اير اشتري وهذا اشتري 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 هذا الفيديو وهذا الفيديو أول الخيط يمشي الفيديو وهذا HDMI وهذا الصوت هذا الفيديو هذا الفيديو هذا السلام عليكم سوف نقوم بالترانسفورماتور هذا هذا ممتاز وهذا هذا يجد بدون الترانسفورماتور للكاميرا وقمها 12V ويج lucir سوف نقوم بغض هذا سوف نقوم بغض سوف نقوم بغض سوف يجرر في الفيديو كاميرا عند الترانسفورمتر في الفيديو في الفيديو سابقين 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 دمي في غيم شاء هنا البلاسة ديارو اج دمي فيديل اج دمي فيتخشف هذا دي في ار فيديل اج دمي وغيم الصورة ويجي هنا خيديل الصورة يجي هنا سوف نكمل هادا سميسا وحنا هادا دي في ار الالي منتاشون ديارو هي هادا هادا بحلقة ها لنا ما تقصط على الفعل هنا هنا 12 فولت حيسي هو يقضم 12 فولت بفي ارسي اتخشف هنا شاء اللي ستستننت اتتم مش عد ذلك تليفون ما يشاهد انداء هنا هذا هو البرانش مديره وهذا الكابل هناك الكابل هناك الكابل 12V هذا هو البرانش يدخل 120V يدخل دي برانش هذا هو البرانش يدخل 120V يدخل 12V يدخل 12V لن ارتفع في فيديو و اذا كان خيطا في هذا الفيديو ماذا هو فيديو ؟ هذا الفيديو اوت هذا هو الموضوع هذا هو صورة ديماش شكرا للمشاهدة المشاهدة في المشاهدة قدرنا للتأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي كثير من الأشغال شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي Hola mis amigos, mis amigas, perdonad el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado Muchas gracias por seguir y gracias por ver los vídeos Hello my friends, excuse me for delay, because I have a lot of work in this month and I am very busy Thank you very much for following and thanks for watching the videos